احنا اعلننا الحرب على افكاركم انما انتوا حتيجوا بتهجموا الازهر الله يخرب بيوتكم هو في حد حمل اسلام زي الازهر هو في حد صلب ظهر الاسلام زي الازهر هو في حد قال فتاوى تنفع المجتمع قد الازهر الله ايه ده بقى الوسطية واتهجموا لك ايه اصله اشعاري لا هذا اشعاري خبيث اشعار خبيث ده انت اللي خبيث ده الاشعارة هم اللي حاموا الدين والاسلام لحلقات الا بالله جاي بتتكلم على الاشعارة طب يا اخوة تشوف انت حضرتك وضعك ايه الله يدينا وهديك لا وبعدين وبيغتر بقى عشان احنا ما ننشرش الفتن فتنسكت فيروح قايم اطالع مفيش فايدة يروح يتعالج برا ويرجع لنا تاني انيل من الاول نقول يا رب بفترة العلاق برا دي تزبط لصوامي المخه يرجع لنا اقلعا من الاول ايه ده احنا فضيان لك وانت غرك صمتنا والله لن نصمت عليك اهوة المسألة ايه مش انت العمل تروج لسن عائشة انه جاوزة عندها ست سنين وسبع سنين وثبع سنين وتستدل بمرويات عندك منتش عاوز تفسرها تفسير اخر مش انت العادت تلات اربع حلقات تدافع عن سن عائشة انه النبي جاوزة عندها سبع سنين الفرية اللي انتو بتقولوها على النبي عليه الصلاة والسلام عشان تبيحوا نكاح الاطفال ولا اللي جاي بالكلام ده من عندي ولا انت اعوز بالله منكم بمرتم حتى الطفولة ما سليمتش من اذاكم حتى الطفولة ما سليمتش من فتواك كل بنت ماتت في الختان وكل بنت اعتودي عليها باسم ختان الاناس انت اللي وراها كل بنت اغتصبت طفولتها واتجوزت راجل خنشور عشان يرضغ رائزه انت اللي وراها كل طفل كل شاب سب راسته ويمسك سلاح ويجري على مكان ما يحارب حتى قتل انت اللي ورا قتله مش حن ايه مش حن يعني مش حنجامل بعض للأسف الشديد يعني مش عاوزين بقى ايه يعني ما دخلونيش اضطر افتح الموضوع دي تاني لاني حاولها لك مصحوبة بمقاطع والله العظيم بتكلمك بجد حاعملها لك مصحوبة بمقاطع عشان تبقى الأمور واضحة عليك يعني البلاو المتلتلة ده غيرك ده احنا كلنا ما احنا كلنا بنغلط انما غلطتنا في رأي في كلمة فانما انت غلطتك برقبة غلطتك بعرضة على طول وجاي بتتكلم رماتني بداية وانسلت صحيح يا اخي اتقوا الله في مصر اتقوا الله في الإسلام اتقوا الله في سورة الدين التي انتهكت يا اللي عاوز تاخد الألمانيات اثارة اثارة يا خبر ابيض ده بنت لم تبلغ البحيط في دولة اوروبية تقدر تدمر نص العواصف العربية بضغط الزر عاوز تاخد اثيرة اثيرة فين عنده ممحمود يا اخي يا اخي ده اتو مش ممكن يعني يعني في حاجة غريبة جدا بتحصل يا انتو بتتعاطوا حاجة يا اما انتو مجانين يعني ده ده كلام غير طبيعي ماليت وبعدين ايه بقى عددهم زي النمل بقى موجودين عارف الباقي كده اللي موجود في الحديد بقى والله العظيم في كل مكان تلقى واحد طرعلك من دول يعطى لك المراكم السيرة انت حرام وشكلك حرام ولونك حرام وفكرك حرام واختك حرام وامك حرام وبنتك حرام ايه ده ده رأى البيت يدعى بالحرام فحجاه ولو كان يدعى بالحلال لا ما حجاه